أهلا بكم جداً أصدقائي طبعاً الآن سنقوم بعمل شيء جميل جداً وهو إكمال في الصفحة طبعاً هنا لدينا رو رو لهو حكينا الصف اللي نحط في الصور طيب بدنا نيجي نعمل هنا في داخل الرو نيجي نعمل ديف طبعاً ديف هي عبارة عن مكون رئيسي من مكونات الاجتماع راح نطلق عليها كلاس عشان نميزها نسميها مين اميج رابر بهذا الشكل وهون راح نكون بتسكير هاي الديف لأنها راح تكون تحتوي على الموجودات عندي هون فهاي عنا المين اميج رابر فراح أنسخ الكلاس الموجود عندي اروح عندي هون على البيس هاي البيس اوكي اه في البيس اه راح نكون باعطاء الاعدادات يعني الخاصة بها فبدا اروح انا اعمل مين رابر وروح اعطي اه باك طبعاً باكجراوند راح ناخدها اه راح تكون باكجراوند راح ناخدها من يورل طبعاً ايشي يورل هو عبارة عن رابط راح اشر على الامجز ونسميها على اه 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 المين رابر راح يحتوي على الصورة طبعاً الودث الخاص فيه العرض الخاص فيه لو المزره الودث راح نعطيه مية في المية بهادا الشكل يعني راح ياخد اه مين امجي رابر راح ياخد ويدث مية في المية ورح ياخد هاي الصورة الفيرست بارت جي بي جي طبعاً ايش الفيرست بارت جي بي جي اللي احنا حفظناه هون على المشروع اللي بتروح على المشروع اوكي مفي عينه هنا الفيرست اه بارت الجي بي جي فهذه الصورة تكون هنا فانا اعمل save باجه هون على الصفحة بعملها reload بتلاحظ انه لسه الصورة مش جائنا فاذا بتروح هنا inspect في عندك هاي المين image rubber بتلاحظ هاي الصورة موجودة عنا في عنا width 100% لكن ما في عندي height فالheight اذا بتذكروا اعطناه 640 بيكسل فاذا بتروح هنا على chrome بتلاحظ انه اعطناه height اللي هو يساوي الى نسبة 640 بيكسل فلازم نعطيه 640 بيكسل فاروح انا في chrome بنسخل النسبة هاي اللي اعطيت اياها من image rubber وبروح على class بعمله replace يعني بالاشياء اللي اعطيت اياها هون فهلا بتجب تسكر ال inspector من هون تعمل ctrl shift r تلاحظ هاي الصفحة اللي موجودة عندي طبعا ما اخذها كل width طبعا تلاحظ هون في عندي container في عندي هون container بتزغر الصفحة بتلاحظ انه يعني ما صار يعني بتلاحظ ان الصورة اللي عندي تقريبا شبه ثابت اوكي يعني ما بتغير عندي اشي اوكي ما بتغير عندي اشي طبعا هلا هيك احنا بنحكي عن وضع disk top اوكي بنحكي عن وضع disk top ايش بخصوص الاوضاع التاني يعني في عنا مثلا بتجي انسبيكت element في عنا هون اه زي معاينة اوكي device tool bar بتكبس عليها فهون في device tool bar اه بعطيك يعني الشاشات المختلفة يعني هون هم نحكي عن responsive اه خلنا اختار مثلا اه iphone 6 plus تلاحظ على iphone 6 plus رح تطلع بهذا الشكل اه على الايفون 5 فهذا الشكل على galaxy s 5 فالgalaxy ففي عنا عدة يعني عدة اه زي ما نحكي عدة قياسات موجودة فاحنا بدنا design يختلف يعني design اللي عندي يختلف من شاشة لشاشة يعني لما انا احكي لك اه على سم مثال galaxy s 5 ما ظلش هيك مش يظلع كل الشاشة لما احكي لك نكسس بديها يختلف فعشان تخليه يختلف من شاشة لشاشة ممكن انك تيجي يعني تحكي بطريقة اخرى اوكي اه طبعا ايش ممكن تساوي ممكن انه نقططع اجزاء من الصورة هاي فنغير نغير على ال يعني هون شوية بس هون بطلعت الكبس هاي بتكوس عليها بتخفيها فممكن نغير على position الخاص بالbackground فايش منعني في position الخاص في background خلينا وارجيكم بالزبط ايش منعني احنا هون نحكي عن الكياس اللي هو اه بتكبس هون تلاحظ الكياس اللي احنا نحكي فيه يعني wide screen صغير شوي صغير لأقل من 1170 اوكي قل من 1170 تلاحظ انه اقل من 1170 برضو تمام الا احنا المشكلة راح تصير عنا مش على كياس اللي الديسكتوب على كياس اللي اقل من يعني هذا كياس تمام وهذا كياس برضو 970 خلينا وارجيكم ايش 970 970 هيك بهذا الشكل برضو تمام كياس 768 بنحكي عن هاد الكياس 768 تقريبا هاد الكياس هيك 768 اللي برضو 768 تلاحظ انه الصورة جاي في نص الشاشة يعني اوكي الا المشكلة راح تكون مش على 768 لما تقلل اقل من 768 لما تحكي عن اقل يعني لهذا الكياس لما يكون عندك على الموبايل لو بنحكي عن الكياس تقريبا من 480 ل 768 خلينا مرجوكم شي عن 480 480 480 كياس صغير كتير يعني اذا من زغر يعني بنحكي عن هال الكياس تقريبا 480 اوكي فعشان نزبط هال الكياس بدنا نزيح الصورة فاذا بتيجي بتعمل inspect element بتحدد المين image من هون بنحدد اللي هي المين image رابر و بنيجي عني هون في background في background اوكي وفي انا background اشي خاص بالback ground اللي هو position في عنا position x اوكي position x خلينا ننزيح مثلا minus 100 pixel اوكي بهذا الشكل اذا بتعطيها minus 100 pixel طبعا خلينا نجرب نعطيها في نسبة مقاوية 10% طبعا 10% minus كثير خلينا نجرب نعطيها 5% عفوا 5 طبعا بزيح هاي خلينا نعطيها نسبة مقاوية لكن 25% اوكي هاي من x اكس نعطيها برضو background position على y x نعطيها 10% او افوا 10% بهذا الشكل طبعا نطلع هذا y position ما بختلف ش كثير فخلينا نكتفي في x position بهذا الشكل الآن بنسبة ل background اه بنسبة ل انه يعني بدنا اياها تكون بنص الشاشة اوكي فكيف ممكن خلي هاي الصورة بنص الشاشة بساطة جدا ممكن نعمل تكل اعتي باجي بحكي لك الصورة هاي عشان تخليها بنص أو بمنتصر الشاشة اه بدنا نعطيها اه في عدة الطرق طبعا من الطرق اللي ممكن انت تعطيها اياها ممكن تحدد الهي تحدد مثلا 100 بيكسل بهذا الشكل اه لما تحدد في 100 بيكسل انت ممكن تقص الصورة بطريقة معينة مثلا احدد مثلا 500 بيكسل بهذا الشكل اللي وعدين على الجي اعطيت اعطيته position او background y اعطيته minus 100 بيكسل فلما تعطيه في الهي يعني تحدد الهي اوكي ممكن انك ترفع الصورة لو رفعنا الصورة بهذا الشكل اوكي اه برضه ممكن انك تيجي تحدد الهي تيجي تحكين 100% لكن 100% في الهي يعني مش دائما تنجح معك فممكن تعطيه انت height auto بهذا الشكل او ممكن تيجي تحكي له هنا في background لان تروح int هنا وتيجي تعطيه انه في اش اسمه no repeat او او اش اسمه no repeat اوكي اعطيه auto height auto طبعا height auto برضه مش راح تصبر فممكن تعطيه انت في pixel تعدد له 400 pixel او خلن اعطيه 500 pixel اعطيه تقريبا 480 pixel اوكي بهذا الشكل اعطيه ونشيل height من هون طبعا احنا كانت 640 فزم شايفين خلينا خلينا احنا نعطيه بدون height مبدئيا نعطيه اللي هي خليها مثل ما هيك فبدو روح انا انسى خير الاعدادات copy واروح احددها هاي في الموبايل فقط فعشان تشطل هاي في الموبايل بروح هون على الموبايل بروح هون في يعني كما سكر الكوس هون باجي بعطيه enter هاد الشكل وبعمل save بعدها باجع الصفحة بعمل reload تلاحظ هاد الشكل راح يكون على الموبايل لما كبر هيك منحكي عن tablet كبر كبر هيك منحكي عن اللي هو تال desktop تمام هلا متجد هلا في عندنا شغلات اخرى اللي هي ممكن نحكي فيها فيما يتعلق بالشاشة هاي الموجود يعني هاي الشاشة فكرتها انه يكون في عند زي فيديو الفيديو هذا راح يكون داخل هاي الشاشة موكي فكيف ممكن نعملها شو الاشياء اللي ابتزمنا عشان نعمل هاي الشغل راح نشوف ان شاء الله في الدرس القادم شكرا للمتابعة